بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل سورة آل عمران هذه السورة الكريمة المباركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية فهي من القرآن المدني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وتبين لنا أن هذه السورة الكريمة المباركة قضية القصد وتوحيد الألوهية هو قضية هذه السورة الرئيس خاصةً إذا أدرك الإنسان ما ورد في سبب نزول هذه السورة من قدوم وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجادلة كانت قضية التوحيد والإيمان وعبادة الله عز وجل وحده هي القضية الأم التي كان عليها الحوار والجدال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران وكانت النتيجة بعد المحاجة والمجادلة أنهم لم يقبلوا الحق والهدى فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة أن كل منهم يدعوا بغضب الله عليه إن كان كاذبًا مفارقًا للحق فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة قالوا انتظرنا حتى نتفكَّر في الأمر فرجعوا واجتمعوا فيما بينهم فقال لهم عالمهم لقد علمتم أنه ما من أمة أو قوم باهلوا نبيهم إلا هلكوا وهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ مُرْسَلٌ من ربِّه وأنه هو رسول آخر الزمان ولكن كما جاءت الرواية أنه ما منعهم من ذلك إلا تلك الأعطيات والأموال التي كانت تأتيهم من قيصر الروم على ما هم عليه من بقائهم على النصرانية فخافوا أنهم لو دخلوا في الإسلام أن تمنع عنهم تلك الأعطيات فبعد أن قال لهم حبرهم ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقالوا يا محمد ألست تقول أن عيسى هو روح الله وكلمته قال نعم قالوا يكفينا هذا منك وطلبوا أن يعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فعاهدهم على أن يدفعوا الجزية واصطلح معهم على ذلك ورجعوا فصدر هذه السورة نحو أربعة وثمانين آية على قول الإمام الطبر إمام المفسرين أنها نزلت في هذه الحادثة أربعة وثمانين آية من أول السورة وعلى قول بن إسحاق أربعة وستين آية من أول السورة نزلت في هذه القصة وهذا الخبر والقضية التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران قضية الألوهية فهم قالوا أن عيسى عليه السلام ابن الله وأنه ثالث ثلاثة فجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وكانت هذه الآيات مدد ذلك الجدال والحوار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك القوم وعلم والعلم بهذا الأمر بالنسبة لنا كم سيكون له من فائدة ومنفعة الأمر الأول فإذا أدركنا ذلك الحدث وتلك القصة فسيكون هذا معينا على فهم مراد الله عز وجل فإن أسباب النزول والوقوف عليها مما يكون عونا لقارئ القرآن أن يفهم مراد الله وهذه واحدة إذن وقوفنا على السبب سيكون عونا على فهم المراد والأمر الثاني نستفيد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما بما كلف به قائما بما كلف به اتباعا في ذاته ونفسه بوحي الله عز وجل وأنه صلى الله عليه وسلم كان قائما بهذا الأمر في جانب البلاغ وهو قائم به في حق نفسه قائم به في جانب البلاغ والدعوة وإقامة الحجة والإقناع وهو قائم به في جانب التربية عليه لمن قبل هذا الحق وهذه ثلاثة أمور قيامه بالحق في نفسه تربية من قبل هذا الحق على هذا الحق البلاغ والدعوة إلى هذا الحق والرابع الذب عنه وأول ما يكون برد الشبه وإبطالها وإفسادها وبيان البطلان الذي فيها فهذا القيام من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقوق يشعرنا بأن متبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا مطالب أن يقوم بهذه الحقوق وأن يسير على هذا الطريق لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فعندما ندرك سبب النزول فإذا نستحضر ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام في جانب البلاغ والدعوة ونصرة هذا الدين والذب عنه وهذه فائدة ثانية الفائدة الثالثة وهي أن الله سبحانه وتعالى ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم في موطن منذ أن بعثه والشاهد على عدم التخلي القرآن وحكمة نزول القرآن منجما له حكم عظيمة وهذه واحدة من تلك الحكم فإن الذي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالتأييد والنصر والحفظ والكلأ فالله لا يخلف وعده وأعظم ما يكون وتكون النصر عندما يكون المدد بالعلم الحق وعندما يكون إطلاعه على سرائر النفوس وخفاياها وعندما يعلمه عن كيدهم ومكرهم وما في نفوسهم من الحقد والحسد وعندما يكون بطلان تلك الشبهات التي يأتون بها وهذا أعظم ما يكون في النصرة والتأييد عندما يكون ببيان الحق ولا يُدحض الباطل إلا بالحق ولا تذهب الظلمة إلا بالنور فلذلك عندما نقف مع ذكر سبب النزول ونرى كيف أن الله جل جلاله في ذلك الحوار يمد رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق وبقول الحق وببرهان الحق وبدليل الحق الذي جعل أولئك لا يستطيعون جوابا ولا يمنعهم من قبول الحق إلا التعلق بالدنيا لا أن الحق لم يتبين له وكم يكون لهذا الأمر من أثر عند المؤمن رابعا في أن يثق بحجج القرآن وببراهين القرآن وأن تطمئن نفسه لما جاء في الكتاب وأن يدرك أنه لن يجد سلاحاً يواجه به شبهات أهل الباطل أعظم من أن يعود إلى الكتاب وأن يستخدم براهين هذا القرآن العظيم فهذه الثقة في الحق الذي هو القرآن والطمأنين فيما أنزل الله عز وجل فيه من البراهين المسكتة لأهل الباطل ودحض الشبهات فإن هذه من الفوائد العظيمة جدا ولذلك متى يصد الإنسان عن تعلم ذلك ومتى يبحث الإنسان عن حجج وبراهين خارج هذا الوحي عندما لا يدرك هذه القيمة وعندما لا يعرف للكتاب قدره ولحجج القرآن قوتها ومكانتها وإلجامها لأهل الباطل عندما لا يفق هذا الأمر فعندها يجهل هذه الحجج والبراهين في كتاب الله سبحانه وتعالى ويدرك خامساً بهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم هو أرحم الراحمين وأنه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ليرد الناس إلى الحق وأن أول ما يبدأ مع أهل الباطل مهما كان باطلهم ومع أهل الكفر مهما كان كفرهم وانحرافهم هو السعي في أن يعودوا إلى الله وأن الفوز العظيم حين يعود أهل الباطل إلى الحق ويرجعوا إليه لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجادل هؤلاء بالقرآن فالقرآن يحاورهم ويفند ما عندهم من الشبى ويدعوهم أن يعودوا إلى الحق ويرغبهم ويعدهم ثم يحذرهم وكل ذلك يتبين للإنسان أن مقصود الله جل جلاله منك أيها العبد أن تكون سبب رحمة للناس وأن تكون عونا لهم أن يعودوا إلى الحق وأن يرجعوا إليه وهذا معنى عظيم وجدناه في كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه حينما تعامل مع قومه كيف أمره الله عز وجل بالصب عليهم وكيف حدد له مقصود بعثته فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال فبما رحمة من الله لنت لهم فندرك أن هذا هو المقصود الأعظم من هذه الرسالة رحمة الناس ولذلك البدء بدعوتهم والسعي في إرجاعهم وإقناعهم والصبر عليهم والتأني بهم وتكرار الحوار مرة بعد أخرى علهم أن يعودوا إلى الله وهذا أيضاً معنى عظيم عندما نقف عندما نقف مع هؤلاء الذين نسبوا إلى الله الشريك والولد وأشركوا معه في عبادته ونرى حلم الحليم جل جلاله ورحمة أرحم الراحمين وكيف يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادلهم بالتي هي أحسن وكيف يمد لهم في الآيات ويخاطبون بها علهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا معنى عظيم وندرك أيضاً قيمة قضية التوحيد ونتعلم هذا الأمر العظيم وهذا الأصل الجليل وهذا العامود الأكبر لهذا الدين أمر الإيمان والتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة نتعلم هذا الأمر على طريقة القرآن كيف عرض القرآن قضية التوحيد كيف دع القرآن لقضية التوحيد والإيمان كيف جادل القرآن أهل الكفر والشر بهذه القضية وهذا أمر كم الحاجة إليه كيف تربت تلك القلوب على الإيمان فكانت أقوى ما تكون ثباتاً وصدقاً مع الله ونقاءاً في تحقيق أمر التوحيد وكيف جادلت أهل الشرك وأقامت الحجة عليهم وأسكتتهم وأبطلت حججهم وكيف أنهم لم يتأثروا بأهل الباطل ولم يوافقوهم في باطلهم بل كانوا ثابتين ما هي الطريقة الربانية ما هي الطريقة القرآنية في عرض هذا الأصل العظيم ما أحوجنا إلى أن نتعلم ذلك وأن نربي به أنفسنا فإن قضية التوحيد بهذه الطريقة القرآنية أخرجت لنا خير أمة أخرجت للناس أخرجت لنا ذاك الجيل الذي هو خير أهل الأرض بعد الأنبياء وحفظ الله القرآن وأبقى هذا الكتاب والقرآن فيه هذه القدرة والمكنة التي بها خرج ذاك الجيل الأول أن من يعمل به سيجد ما وجده وهذا هو الأمر الذي إن وعيناه وفهمناه فعندها سنقرأ القرآن قراءة صحيحة وعندها سنتدبر هذا القرآن على طريقة سليمة وعندها ننتفع بالقرآن كما يريد الله جل جلاله فلذلك رأينا من مقدمة هذه السورة الكريمة وفي هذه الآيات السبع الأولى في أول السورة كيف عرضت قضية التوحيد ولنا أن نتخيل ذاك الحوار والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يأتي وفد نصارى نجران أناس يقولون أن لله عز وجل ابنا تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا ومعهم من الشبى ومعهم من أمر التاريخ فيما فعلوا من آبائهم وأجدادهم ولهم من الأفعال بل في مظهرهم ولباسهم ما قد يأخذوا بلب الناظر إليهم فكيف عرضت هذه القضية على هؤلاء القضية القضية ابتداءً ببيان ذلك الحق الأعظم وذلك الأمر العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله هذا الإسم العظيم الذي ما ذكر اسم في القرآن عددًا كما ذكر هذا الإسم الله هذا الإسم الجليل الذي لا يثنَّ الذي صرف الله عز وجل عنه قلوب المتكبِّرين فلم يتسمَّى به أحدٌ منهم صرف عنه القلوب الله الجليل ذو العظم والكبرياء هذا الإسم الذي لو وقف الإنسان متأمِّلاً متدبِّراً في معنى ووقعه على نفسه فإن كان في قلبه كبر أذابه وإن كان في قلبه طُغيان أذهبه وإن كان في قلبه جهل أزاله وإن كان في قلبه خوف أبدله الأمن وإن كان في قلبه الريب أبدله بالطُمأنين الله هذا الإسم العظيم الذي يعطي الدلال على تمام الملك وتمام القدرة والقهر وتمام الاستحقاق وتمام العظمة والكمال لمن تسمَّى بهذا الإسم الله الله ما أحوجنا أن نتربَّى على طريقة القرآن وعندما تأتي القضايا العظيمة وعندما يريد الله أن يُكرِّر القضايا الكُبرى فيبتدئ الخطاب بلفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوب لا تأخذه سنة ولا نوم الله الله الذي إذا ما أُطلِق هذا الإسم لكي يعطي دلال لكل من قابلته به على أنك تثِق في ربٍ عظيم وتؤمن بأنه هو صاحب الحق الأوحد أن يُعبد جلَّ جلاله وأنه هو الرب جلَّ جلاله ثم تأكيد هذه المعاني بأنه لا يُشارِكُه أحدٌ على الإطلاق في ذلك لا إله إلا هو ثم ذكر إسمين عظيمين تشتمل على معاني صفات الذات وصفات الأفعال جميع صفات الذات وجميع صفات الأفعال للرب العظيم جلَّ جلاله الحي القيوم الحي الذي لا يموت ولا يزول الحي الذي له الحياة التامة الحي الذي كلُّ حيٍّ يستمِدُّ حياته من حياته جلَّ جلال القيوم القائمُ بذاته الذي لا يحتاجُ في قيامه لأحدٍ سواه والذي كلُّ شيءٍ لا يقومُ إلا به جلَّ جلال القيوم فبه قامت السماوات والأرض وهو قائمٌ لا يحتاجُ لأحدٍ من خلقه هذا المعنى الذي تبتدِئُ به السورة ليكون بعد ذلك هذا هو زمام كل ما يأتي بعدها أن الحي القيوم جلَّ جلاله هو الذي خلق وهو الذي يحدِّد للإنسان غاية وجوده وهل هناك حيٌّ قيوم إلا هو جلَّ جلاله فيكون صاحب الحق في شيءٍ من ذلك وأنه يأتي بعد ذلك بالأدلَّة على كمال قيوميَّته فمن كمال قيوميَّته أنه يُنزِّلُ الكُتُب وأنه يُرسِلُ الرُّسُل لأن الخلق لا يقومُ أمرُهم إلا به فمن تحقيق هذا القيام أنه يُرسِلُ الرُّسُل وينزِّلُ عليهم الكُتُب وأنه يجعلُ تلك الكُتُب لها غايات ومقاصِد واضحة وهي الهُدى أنها تهدي إلى الحق ولما أن الناس غيَّروا ذلك الهُدى واتبعوا طريق الباطل فيكون من مقاصِد الكُتُب أيضاً كما أنها تهدي فهي تُفرِّق وتميِّز الباطل من الحق فهي هُدًا وهي فُرقان ثم يُشير إلى تلك الرسالات الكُبرى التي مَرَّت على هذه الأرض وبالأمم فيُشير إلى أمة موسى عليه السلام كليمُ رب العالمين الذي اصطفاه الله والذي اختاره لنفسه والذي اصطفاه بكلامه والذي أنزل عليه كتابه التوراة وجعله هُدى من آمن منهم بموسى عليه السلام فتلك شريعةٌ كُبرى مَرَّت في تاريخ الإنسان على ظهر الأرض ثم الشريعةُ الثانية الكُبرى شريعةُ روحِ القُدُس عيسى بن مريم عليه السلام والكتابُ الذي أنزله الله عليه ورسالتهُ الهُدى للناس الإنجيل وتلك أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لكن تعطيك الدلالة على أن الله عز وجل الهادي ما ترك عبيده بدون هُدى وعلى أن الله الرحيم عندما انحرف الناس وأغراهم إبليس فمن كمال علمه وحكمته ورحمته أنه بعث فيهم من يدلُّهم إلى الحق ثم يُخبر عن هذه الرسالة الخاتمة وهذا الكتاب المهيمن الذي ارتضى الله عز وجل أن يكون خاتمة الكتب السماوية وأن يكون الرسول الذي ينزل عليه هذا الكتاب عليه الصلاة والسلام أن يكون هو خاتم الرسل ثم يُحذِّر بعد هذا البيان فهذا من قيوميته أنه أرسل الرسل وأنه أنزل الكتب ومن قيوميته أنه يعاقب ويعذِّب من لم يقبل بعد إقامة الحجة عليه إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شديد والله عزيزٌ دُنتقام فلما أن أخبر الله عز وجل في مقدمة السورة في الأربع الآيات هذه عن قضية التوحيد القائمة على إفراد الله بالألوهية ثم بأعظم ما تُبنى عليه هذه الألوهية أنه هو الحي القيوم ثم الإخبار عن معانٍ من قيوميته وعن أمورٍ تدلُّ على أنه هو القيوم السماوات والأرض جل جلاله فبعد أن أخبر عن الكتب وعن الرسل وعن القيام في أمر المجازاة والمحاسبة لما كانت قضية التوحيد من الأهمية ولما أن مراد الله عز وجل أن يعود الناس إلى الحق لا أن يبقوا على الباطل ليس الأحبُّ عند الله أن يبقى الكافر على كفره حتى يموت فيدخل النار ولكن الذي يحبُّه الله أن من كفر أن يعود إلى الحق ليكون من أهل الجنة وما الدليل قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم بأرضٍ دويةٍ مهلكةٍ ومعه دابة وعليها زاده وطعامه ففرَّت منه دابته فبحث عنها فلم يجدها فأتى عند شجرةٍ وقال أنام تحتها حتى يأتيني الموت أيقن بالنبي صلى الله عليه وسلم لله أشدُّ أشدُّ فرحاً بتوبة عبده من حصول هذا على دابته فهذا ربنا الرحيم هذا هو الله الغفور الغفار التواب جل جلاله فلذلك لما كان هذا الأمر معلوم وجدناه في كتاب ربنا عز وجل فلذلك نرى كيف تعرض قضية التوحيد ويُخاطب بها الناس بهذه القوة في الإقناع ليس البدء من بنيات الطريق ولا من فرعيات المسائل وإنما مباشرةً الدخول إلى الأصل والأصل المسكت والأصل الذي لمن أراد الحق لا يسعه إلا أن يقبل تقولون أن عيسى ابن الله أين كان عيسى قبل أن يولد تقولون عيسى ابن الله والله هو المصور الذي صور المخلوقات وعيسى ألم يكن مصوراً واحداً من ضمن هذه المخلوقات التي صورت فصور في بطن أمه كما صور غيره ومن المصور الله جل جلاله والمصور اسم من أسمائه سبحانه فهذا الخطاب الذي فعلاً يلمس منه المتدبر أن الله جل جلاله يعرض على عبيده هذه الأدلة وهذه البينات وهذه الحجج وهذه البراهين حتى يعودوا إليه والتي لا يسعهم أن يقف أمامها إلا والعياذ بالله ظالم لنفسه أو متبع هواً إما أن يكون ظالم والإنسان ظلوم وأعظم ما يرده عن قبول الحق ظلمه لنفسه أو يكون متبعاً لهوا ومن الهوى الحسد والغل فلذلك هذا الذي يمنع الإنساناً يقبل وإلا ماذا سيفعل أمام هذه الحجج البينات وهذه الآيات الواضحات إذا لا تريد أن تعبد الله فهل تظن أن هذا الكون بهذا النظام وجد بدون خالق من هو هذا الخالق؟ إن قلت لا فمن هو هذا الخالق؟ هل هناك أحد غير الله؟ إن نظرت إلى كل المخلوقات فهي كانت بعد أن لم تكن ومن كان بعد أن لم يكن هل يصلح أن يكون إلهاً؟ لا يصلح فبمثل هذه الحجج القرآن يخاطب هذا الإنسان ومن هنا نعود إلى كلمة ذكرناها في دروسنا الماضية وهو أن هذا الكتاب أعظم ما يقصد في الإصلاح إصلاح ماذا؟ إصلاح التفكير إصلاح القلب ليكون هذا القلب سليماً ليكون بيت أفكارك سليم ليكون آلية التفكير صحيحة ووالله ليست مشكلة الناس في كل زمان انحرفوا إلا عندما يفسد بيت أفكارهم وأعظم ما يسعى له إبليس أن يفسد بيت أفكارك أن يفسد التفكير وأعظم ما يكون الإصلاح بإصلاح التفكير وأعظم ما يصلح به التفكير قضية التوحيد لأن التوحيد ترتيب للفكر تنظيم له التوحيد أنه يريح آلة التفكير عندك فيجعل لها مرجعاً واحداً تطمئن له تثق فيه تشعر بأنه معها في كل لحظة في كل حين تشعر بكمال قدرته أن يخرجها من كل ضائقة تشعر بأنها يخبرها بالحق لا يخدعها ولا يكذب عليها ولا يفتري عليها وأنه يعدها وعد الحق ويقول لها قول الصدق وهذا كله تجده في الوحي وحي السماء فعندما يصلح التفكير بهذا الإدراك فيطمئن الإنسان في الرجوع إلى هذا المصدر عند كل شيء وعند كل ضائقة وعند كل نازلة وعند كل أمر صغير أو كبير فيجد الجواب في وحي السماء فيأخذه بمنتهى الطمأنينة وهو يعلم أن وحي السماء جاءه من عند الحق وهل الإنسان يطمئن لغير الحق جاءه من عند الخبير وهل الإنسان يطمئن على شيء يأتيه من غير خبير جاءه من عند الرحيم الذي ما أراد العنة به وما أراد المشقة عليه وما أراد التعنيت بهذا الإنسان جاءه من عند الوهاب المنعم الرزاق الذي مصلحتك مقصود ويريدك أن تسعد وأن تعيش في هذه الدنيا سعيدا وأن تحيا حياة طيبة وأن تحيا أيضا حياة أسعد من هذه الدنيا إذا ما رجعت إليه يطمئن الإنسان عندما يعود إلى وحي السماء وهو يعلم أن هذا الوحي نزل من عند الغني العزيز الذي لا يحتاج لأحد سواه ما يأمرك لمصلحة نفسك هو غني عنك وعما تفعل هذه المعاني عندما يمتلئ بها بيت أفكارك فعندها تطمئن للوحي هذه الأمور ما اسمها العلم بالله من كان عالما بربه اطمئن إلى وحيه ووثق في وحي السماء وأصبح يشعر بأنه لا يجد الراحة إلا يوم أن يعود إلى الوحي ولا يجد الطمأنين في شيء أبداً حتى يأتيه غذاء الوحي فتطمئن نفسه ولو كان الناس كلهم في جهة وهو في جهة ما دام استمد ما هو فيه من الوحي فلا يضيره ذلك شيئاً ولا يؤثر في نفسه شيء هذه القضية وهذا المعنى ننظر هنا في مقدمة هذه السورة والجدال لهؤلاء القوم كيف يخاطبون من الذي أنزل تلك الكتب على موسى وعلى عيسى ثم الآن على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أليس هو الحي القيوم هو الذي أنزل هذه الكتب وهو الذي بعث هؤلاء الرسل فمن الذي يستحق أن يعبد من الذي يستحق أن يحمد من الذي يستحق أن يشكر أليس هو الله عندما تقف مع القرآن وتتعجب من هؤلاء القوم كيف لا يقبلوا ذلك ألا تتعجب أيضاً اليوم من أناس كثر يدعوا أنهم وصلوا إلى المعرفة وكانوا أجهل ما يكونون بربهم عز وجل وهل ما وصلوا إليه من المعرفة أخرجهم أخرجهم من أن يكونوا مواجهين بهذه الحجج والبراهين ولا يستطيعون عليها جواباً الحي الذي يعطي الحياة لكل أحد فمن الذي يخلق حياً من البشر الحي الذي يفقد الحياة من كل أحد متى شاء هل معرفة الناس منعت هذا الأمر؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الطب ما بلغنا في ذلك الزمن والآية تتلى اليوم ووصل الناس إلى علم الأشعة والمختبرات والعمليات ما وصلوا إليه هل تغيرت هذه الحقيقة؟ إذا خرجت الروح من الجسد هل يستطيعون أن يرجعوا إليها الروح؟ إذا ما الذي تغير من هذه الحقائق والبراهين؟ والحجج لا شيء ولكن هذا هو الإنسان عندما لا يلقي سمعه ويصغي وعندما لا يحضر فؤاده لآيات القرآن وبراهين القرآن وحجج القرآن وإلا تلك الحقائق ما تغير ولن يستطيع الناس أبداً أن يقفوا معها إلا موقف حقيقة العجز الحي هو الذي يحيي والحي هو الذي يميت جل جلال الله قال هو الذي يحيي ويميت ووالله لا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو فإذا وقف الإنسان فما الذي يغرك بربك الكريم؟ وما الذي يجعل الإنسان يخدع وقد يجد في نفسه من الشبه في أن يفرد الله بالعبادة والتعظيم وأن يجعل حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى هل تغير في الحقائق شيء؟ هل ما وصل إليه الناس؟ عرفنا أن السماوات لها خالق غير الله والأراضين لها خالق غير الله والإنسان له خالق غير الله هل المعرفة التي وصل إليها الناس غيرت من هذه الحقائق شيء؟ الذي خلق السماوات هو الله الذي خلق الأرض هو الله الذي خلق الناس هو الله الذي يحيي الناس هو الله الذي يميت الناس هو الله الله عز وجل خاطب بها كل الأمم وها هو يخاطبنا في هذا الكتاب فهل تغيرت من هذه الحقائق شيء فلماذا الإنسان لا يجد نفس العزة والقوة والثبات والثقة في أمر الله عز وجل وينظر إلى من انحرق بنظرة فعلاً نظرة الاحتقار أنهم حرموا هذا الخير ونظرة الحزن أنهم يسلكون طريقاً يقودهم إلى عذاب الله وعقابه فلذلك براهين القرآن وحجج القرآن لا ينقضي الاحتجاج بها أبداً فبعد أن ذكر الله عز وجل ذلك يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل ووضح غاية الكتب وهو الهدى ووضح على وجه الخصوص القرآن أنه فرقان يفرق بين الحق والباطل لن تفرق بين الحق والباطل إلا بالفرقان وما هو الفرقان؟ القرآن إذا ما عرفت القرآن لن تعرف الحق من الباطل إن عرفت القرآن ستعرف الحق من الباطل ثم أن الأمر جد ليس هزل وأن القوي العزيز ذو انتقام فبعد أن اتضح الأمر بالرسل والكتب وانجلة الحقائق فعندها الإنسان يدرك خراجه وليعلم أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام فمن كفر فله عذاب شديد وبعد أن يخبر بذلك والخطاب هنا للفريقين فريق لتطمئن نفسه ويثبت ثبوت الجبال الرواس وفريق لتحطم في نفسه شبهة بعد شبهة علّه أن يعود أو إن رفض فتكون الحجة قد قامت عليه فهذا الجليل الذي أخبر أنه حي قيوم وأخبر عن أمور تدل على قيوميته وأخبر بأنه عزيز ذو انتقام سيعاقب من لم يقبل هذه الحجج والبراهين فيؤكد أمرا دالا على كمال قدرته في إنزال العقوبة على من لم يقبل تلك الآيات ما هو هذا الأمر الذي يؤيد به هذا المعنى وهو أن الحي القيوم لما كان حيا لا يموت ولا ينام ولا يسهو ولا ينبخي له أن ينام ولما كان قيوما قيوم بذاته لا يحتاج إلى أحد من خلقه وكل أحد من خلقه محتاج إلى قيوميته فمن مقتضى الحي القيوم أنه ماذا؟ أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهل أحد سواه يطيق هذا الوصف؟ هل أحد في الخلق يطيق هذا الوصف أن يعلم ما يكون في الأرض والسماء في هذه اللحظة وقبل هذه اللحظة وبعد هذه اللحظة من هو الحي الذي يدعي مثل ذلك من المخلوقين؟ وهل هناك حي من المخلوقين لا ينام؟ ومن نام كيف يعي ما يدور في الأرض والسماء؟ لكن الذي يعلم ذلك هو الحي جل جلال وسبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذين عبدوا عيسى وقالوا هو ابن الله قبل أن يكون جنينا في بطن أمه أين كان وكيف يكون عالم وبعد أن قالوا بأنه قتل زعما فكيف سيكون عالم بل كما قال العلماء في كتبهم التي بين أيديهم حتى بعد التحريف ومما سطره أحبارهم فذكر العلماء بالعشرات من الأقوال فيما هو بين أيديهم في الإنجيل الذي بين أيديهم ما يدل على أنه لا يعلم الغيب المطلق فالله عز وجل يقول إن الله لا يخفى عليه شيء وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فتعم تعم فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهل الكون كله أرض وسماء علم ذلك عند ربنا ولكن قصر الأمر على ذلك لما أن الإنسان ما يدركه من هذا الكون إنما هو الأرض والسماء وما بينهما هذا المدرك عند الإنسان فخاطبه الله بما يدرك فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهذا للمؤمن فيه تثبيت تثبيت للمؤمن من ناحيتين الناحية الأولى فيما يعمل هو من الصالحات فإن الذي لا يخفى عليه شيء وهو الذي يجازي فسيجازيه على ما عمل ووالله يكفي المؤمن لكل ما يعمل من الصالحات يقينه بأن الله قد علم يكفي أن يوجد في نفسه الرضا والطمأنين ولا يهمه بعد ذلك ثناء أحد من البشر ولا يهمه بعد ذلك أن فلانا جهل أو فلانا ما درى بما عمل من الصالحات ما دام أن الله علم فإذا هذا معنى للمؤمن فيما يعمل المعنى الثاني أيضا للمؤمن وهو يرى طغيان هذا الفاجر وظلم الظالم وأذية المؤذي وفسق الفاسق وجور الجائر وتعد المتعد وسفه السفي ومكر الماكر وكيد الكائد ويرى ذلك كله فيؤلمه وعندما يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء فيكون في ذلك من الطمأنينة والرضا الشيء العظيم فإن العزيز ذو الانتقام ما دام أنه لا يخفى عليه شيء فعندها يطمئن الإنسان ولا يضره كيد الكائد وكبر المتكبر وظلم الظالم فيعلم أن الحي القيوم لا يخفى عليه شيء من أفعالهم فهذه الآية أثبتت ماذا؟ كمال العلم وشموله لأن الذي سيعاقب ويحاسب ويجازي إنما يتحقق ذلك بأمري الأمر الأول ما هو كمال علمه بما فعل من سيحاسبه ويجازي إذا كان علمه غير محيط بما يفعل على أي شيء سيجازي فإذا هذه الآية بعد أن أخبر في قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد أخبر أن هناك مجازاة لهؤلاء هذه المجازاة إنما تقوم على أمرين عظيمين كبيرين الأمر الأول ما هو كمال العلم وهذا ما تحقق في هذه الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وما قال إن الله لا يخفى عليه شيء مما تفعلون بل أخبر أن علمه محيط شامل بكل شيء فهذا إذا حقق الجانب الأول في كمال المجازاة ما هو وهو شمول العلم الأمر الثاني ما هو كمال القدرة لأن المجازاة لا تتحقق في حال الجهل بما فعل من تريد أن تحاسبه والثاني قد يعلم لكن ليس عنده قدرة على المجازاة فالله عز وجل أثبت لذاته التي ستجازي هذا الكافر أثبت لذاته كمال العلم وكمال القدرة فأثبت كمال العلم بقوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأثبت لنفسه وأثبت لنفسه كمال القدرة بقوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والله عز وجل هو المصور هو المصور والمصور اسم من أسماء الله كما جاء في قوله عز وجل هو الخارق البارئ المصور وهذه الأسماء الثلاثة إذا اجتمعت أصبحت أمور الخلق موزعة على هذه الأسماء الثلاثة فالخالق هنا بمعنى المريد المقدر لأمر الإيجاد للإنسان والبارئ بمعنى الموجد لما أراد أن يخلق والمصور بمعنى أنه يخلقه على الشكل الذي أراده هو جل جلال فمن التقدير والإرادة إلى الإيجاد إلى التصوير فالله عز وجل هو الخالق البارئ المصور جل جلال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو لا غيره هو وابتدأ بنسبة الأمر إليه ليفيد ماذا؟ ليفيد أن هذا من فعله هو لا من فعل أحد سواه فلا يطيق أحد سواه ذلك هو الذي يصوركم وكما قلنا أن المصور هو الله سبحانه وتعالى وأن المصور اسم من أسماء من أسماء الله جل جلال هو الذي يصوركم في الأرحام وتضمن ذلك كما قال العلماء رد على نصارى نجران حيث أن عيسى عليه السلام كان مصورا وهم ظنوا يوم أن عيسى ولد من غير أب فهنا دخل عليهم إبليس بهذه الشبهة وأن غيره إنما تصويره في الأرحام أنه كان من أب فظنوا أن يوم أن كان هذا الفرق بين عيسى عليه السلام وبقية البشر فظنوا أن هذا الفارق جعلهم يجعلون له ذلك الوصف الذي ليس له وهو أنه ابن الله بينما يخبر الله أن عيسى وغيره قد صوّروا في الأرحام قد صوّروا في الأرحام هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء كيف هنا ليست للاستفهام وإنما كيف بمعنى يصوّركم على الحال التي يشاء ها هو وعلى الكيفية التي يريدها هو جل جلاله وجل المفسرين قالوا قالوا كيف يشاء بمعنى يصوّركم في الأرحام ذكورا أو إناثا على ألوان متنوعة من الأبيض إلى الأسود إلى الأسمر إلى غير ذلك من الألوان ومن الطول والقصر ومن السعيد والشقي وهذا معنى وهناك من أضاف معنى لطيف آخر معنى لطيف آخر ما هو قالوا أن الله عز وجل يصوّر الإنسان في الرحيم على مراحل ليس في مقدور أحد أن يغيّر تلك المراحل من النطف إلى المضغ إلى العلاقة المخلّقة وغير المخلّقة هذا الانتقال بتلك المراتب المذكورة الذي وضعه هو الله وليس في مقدور أحد أن يغيّر تلك المراحل أن مراحل خلقة الإنسان تمر بتلك المراحل منذ أن كان أول مولود إلى آخر مولود من البشر فهو يمر بتلك الأطوار وليس في مقدور أحد أن يغيّر ذلك إذن يصوّركم في الأرحام كيف يشاء إما بتلك الصور المتنوّعة من الطول القصر الذكورية الأنوثة الألوان بين السواد والبياض الشقاء والسعادة وهذا معنى والمعنى الآخر الذي لا يعارضه ولا مانع أن يكون المراد كل يعني من المعنيين وهو يصوّركم في الأرحام بمعنى أنه جعل خلقتكم في الأرحام وفق تلك المراحل التي ليس في مقدور أحد أن يغيّرها فالناس مقهورين لهذا الأمر لهذا الأمر هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء جل جلاله لا إله إلا هو إذن بهذه في الأول الله لا إله إلا هو هذه الحقيقة ثم ذكر براهين بعد البراهين ما هي فالبراهين ترشد إلى ماذا إلى أنه لا إله إلا الله الحقيقة المخاطب بها هؤلاء أنه لا إله إلا الله والمقوّم الذي قامت عليه هذه الحقيقة أن الله الذي لا إله إلا هو أنه هو الحي القيوم ثم تفصيل في البراهين ونتيجة البرهان يقود إلى ماذا؟ إلى أنه لا إله إلا هو ولذلك أعظم المجادلة أعظم المحاجة التي تقود إلى هذا الإيمان والتي تقود إلى أن يدرك الإنسان ويقبل ويمتلئ قلبه قناعة بأنه لا إله إلا الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم العزيز الحكيم وهنا نعود إلى التذكير بأن أعظم ما يصحح به تفكير الإنسان علمه بربه وأعظم شيء يملأ قلبه بهذا العلم هو أسماء الله وصفاته هذه مفاتيح القلوب هذه هي مادة تصحيح التفكير أسماء الله وصفاته جل جلاله أسماءه الحسنى التي من علم بها سلم قلبه وصح تفكيره فقوله وتخثيم هذه الآية بهذين الإسمين العظيمين العزيز الحكيم والعزيز هذا الاسم جاء في القرآن في 92 موضعاً والحكيم جاء في القرآن في 91 موضعاً واقتران العزيز بالحكيم جاء في 46 موضعاً إذن أعظم اقتران بين هذين الإسمين يعني الحكيم 91 مر في القرآن منها 46 46 مرة مرتبط بالعزيز والعزيز 92 مرة في القرآن 46 مرة مرتبط بماذا؟ بالحكيم ثم له ارتباط بأسماء الله الحسنى الأخرى كل من الإسمين لكن أعظم ارتباط بين نجد لكل اسم من هذين الإسمين مرتبط الحكيم بالعزيز فالعزيز العزيز العزة بمعنى الامتناع والعزة في حق الله عز وجل عزة في القوة والعظم وعزة في الامتناع فهو عزيز في ذاته عزيز بمعنى أيضاً أنه لا يصله الضر من أحد كائناً من كان فبعزته لا يغلبه شيء ولا يقوى عليه شيء وبعزته لا يضره شيء فهو لا يعجزه شيء ولا أيضاً يضره شيء لأنه العزيز جل جلال وأما الحكيم فمعاني الحكيم تدور على معنيين كبيرين الأول أن الحكيم من الحكم وأن الله عز وجل له الحكم كله في الدنيا والآخرة فله الحكم في أموره القدرية الكونية وله الحكم في أموره الشرعية وله الحكم في الجزاء والحساب المرجع إليه لا إلى أحد سواء ففي الكون وأقداره الكونية هو الحكم وفي أمره التشريع ونهيه هو الحكم وفي المحاسبة والجزاء هو الحكم والحكيم هنا بمعنى الحكم والله عز وجل قال ولا يشرك في حكمه أحداً أحداً لا يشرك أحداً في حكمه المعنى الثاني الحكيم بمعنى الإحكام إحكام الشيء فهو الذي له الحكمة البالغة في خلقه وفي أمره وشرعه فلا يخلق شيء إلا بحكمة وخلقه حكمة ويخلقه لحكمة فالله عز وجل هو الحكيم جل جل جلاله الله عز وجل هو العزيز الحكيم فإذاً فإذاً ختم هذه الآية بالعزيز الحكيم لتُعقِي دلاله ماذاً على كمال القدرة هذا في العزة وعلى كمال العلم وهذا في الحكمة وهي ما تقرر في الآية الأولى والثاني فكمال القدرة هو الذي يصوركم في الأرحام وكمال القدرة في العزة وكمال العلم في قوله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكمال العلم أيضاً في الحكمة فإذاً أخبر عن مكوّمات مكوّمات قيامه بحق المجازة على الأمرين العظيمين كمال العلم بالإخبار عن ذلك ثم بذكر اسم يدل على ذلك وأخبر عن الأمر الثاني لكمال المجازة وهو كمال القدرة بقوله هو الذي يصوركم في الأرحام والتحدي مفتوح من الذي يصور في الأرحام إلا الله ثم بماذا؟ ثم بذكر اسم من أسمائه يدل على ذلك وهو الحكيم جل جلال فإذا تبين هذا الأمر في هذا الإقتران بين هذين الإسمين العظيمين على ما سبقهما نأخذ تلك الفائدة العظيمة في أن هذا الكتاب نُظِمَ نَظْمًا عَجِيبًا وَأَنَّ بَعْضَهُ أَخِذٌ بِرِقَابِ بَعْضُ وبَعْضُهُ يُؤَيِّدُ بَعْضُ وَبَعْضُهُ بُرْهَانٌ لِبَعْضُ وبَعْضُهُ دَلِيلٌ لِبَعْضُهُ وهذا شأن الكتاب العظيم فرأينا كيف هذه البراهين نجدها تتتابع في القرآن وما أحوج الإنسان أن يُرَبِّي نفسه عليها أولًا ليترقَّى في درجات الإيمان ويثبت قلبه على هذا الهدى وتطمئن نفسه ولا يُهمُّه من أعرض من البشر ويفرح بما هو فيه ويجد من السرور والرضا والطمأنين ما لو أُعطي الدنيا بأكملها على أن يترك ذلك طرفة عين ما فعل ذلك وشعر أنه لو فعل ذلك لكان مغبوناً هذا الوصول إلى هذه المراحل ما يُمكن أن يُصل إليه الإنسان إلا عندما يتربَّى على القرآن ويفتح قلبه على القرآن ليُصحِّح له تفكيره ويبني له فكره وعقله ولُبَّه وفُؤاده على آيات هذا الكتاب العظيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان ونسأله جلَّ جلاله أن يجعل حبَّه أحبَّ إلى قلوبنا من الماء البارد على شدة الضمى نسأله جلَّ جلاله أن لا يفتنَّا وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتوني نسأله سبحانه وتعالى أن يُعِزَّ دينه وأن ينصر أولياءه إنه جوادٌ كريمٌ سميعٌ مُجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر